اسمها فرانكليني دي سيلفا الستي دي حصل لها توفت إكلينيكيا من فترة وكانت حامل في الشهر الرابع وكانت حامل في توأم فجلسها من كتر حبه فيها هو يعني عايز الطفلين يكونوا موجودين أو التوأم يكونوا موجودين فقرر أنه هو يؤمره الدكاترة ويقول لهم أنهما ما يشيروش أجهزة التنفس الصناع لأن تعرف موت الإكلينيكي ده اللي هو موت جهزة المخ أو موت المخ فخلاص ما بيكونش يبقى المخ خلاص تقف وخلاص عشان نبض القلب والغزاء يوصلوا بتاعه وفعلا من حوالي أسبوع اكتمل الشهر السابع ما تتنوش لحد التاسع طبعا وولدت التوأم وبحالة كويس جدا كانوا بيوصلوهم زي الأكل بيوصلو والأكل ببقى والكلام ده كله ما هو أي حد في العالم مركزة بغيبوبة بيتوصلوا محالي فيها كل مكونات الأكل يعني دهون وكربوهات ونشويات ده ربنا بقى ربنا لما يكون عايز حاجة بصراحة ولا أجهزة ولا أجهزة يعني يقول لها كن فيكون فنتفائل كده ومش كل الحاجات اللي في مجتمعنا ممكن تدينة يا إنجين تيميداقة جدا من الموضوعات في حاجات كتيرة مضيئة في مجتمعنا وإن شاء الله الخير باقي والناس الكويسة باقي وموجودة